بعد فترة طويلة قضاها الاتحاد العام لكرة القدم للبحث عن مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني الأول عاد وكلف الكابتن أمين السنين لتجهيز الأحمر للمشاركة في التصفية التكميلية المؤهلة لكاسياسيا 2023 في الصين ثلاثة أشهر متبقية عن انطلاق التصفية الاسيوية للمجموعات الثانية والتي تنطلق في منغوليا مطلع يونيو القادم في ظل بدء الحديث عن الترتيبات لمعسكر داخلي يبدأ في العاشر من مارس القادم استعدادا للتصفيات الفترة الاعدادية القصيرة هذه تضع مسؤولية الاتحاد العام أمام مواجهة مباشرة مع الشارع الرياضي الذي يبدي تخوفه من انعكاس هذا الوضع المرتبك على نتائج المنتخب في التصفيات تصفيات تقول نتائج القرعة التي وضعت منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات فلسطين والفلبين ومنغوليا تقول أنها متوازنة وتعطي مؤشرات تأهل منتخبنا في ظل تقارب المسويات من بعضها تفاؤل حذر يسود ترقب مباريات المجموعة الثانية فالمنتخب الذي يترك بلا مدرب ولا برنامج لمعسكرات متتابعة لا ينتظر منه تقديم الكثير على الرغم من العطش الجماهيري لفرحة الرياضية أخرى استعدادات متأخرة وترقب لمدرب أجنبي وعد به الاتحاد العام لكرة القدم مع ضياع الفرص الكثيرة للاستعداد الجيد لكن حبل الأمل يبقى مجدودا برجال اليمن لصنع فارق ملموس من وحي المعاناة اشتركوا في القناة